وداع طويل لزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مندلة فمع اقتراب وداعه من يومه الثالث والأخير تجمع الألاف في شوارع بريتوريا ليحظوا بفرصة إلقاء نظرة أخيرة على جثمان مندلة الرجل الذي يطلقون عليه لقب الأب طريقة تعبير الجماهير عن حزنها تنوعت فهناك من بكى وهناك من رقص وغنى احتفالا بالإنجازات العديدة التي حفلت بها حياة مندلة أنا حزينة جدا بسبب رحيل هذا الرجل العظيم ولكن في الوقت نفسي أشعر بالفخر أيضا لأنه ينتسب لبلدنا ومن الجميل أن تكون جزءا من هذا الوداع فقط إفريقيا قادرة على تنظيم وداع كهذا ولم يكن توافد الأعداد الغفيرة خلال الأيام الماضية للمشاركة في وداع مندلة خاليا من المشاكل فقد حدثت حالات من الإغماء بسبب النقص في المياه الصالحة للشرب هذا فيما تم تناقل أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى قيام البعض بتصوير مندلة مسجن متحدين رغبة أهله والحكومة كذلك بعدم تصويره في حين صدر تصريحات رسمية تشير إلى عدم صحة تلك الصورة بالإضافة إلى عدم وجود أي نية لإطلاق صورة رسمية له تبقى الإشارة إلى أن جثمان مندلة ينقل الأحد القادم ليدفن في مسقط رأسه ببلدة كونو والتي تقع على بعد 700 كم جنوبي جوهانسبرغ مجد يازجي العربية